عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة إجراءات تطهير وتكريق بحيرة البورولوس يأتي ذلك في إطار مشروع تطوير البحيرات المصرية حيث تعد بحيرة البورولوس ثانية أكبر البحيرات الطبيعية في مصر تبلغ مساحتها نحو 108 ألاف فدان تقع في محافظة قف الشيخ وتضم 28 جزيرة كما استعرض الاجتماع موقف تطهير مصابات الصرف الزراعي وأعمال الحماية لدوانب بوغازي البورولوس وكرنيش مدينة بلتين ومرسى شرطة المسطحات المائية والتكاسي المنفذة في بوغازي البورولوس